موسيقى السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله الحمد لله حمدا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أيها الأخوات الكريمات يتجدد لقاؤنا بإذن الله سبحانه وتعالى مع موضوع ذو أهمية في حياة المسلم فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة قال ابن رجب الحنبلي رحمه الله أن العبد إذا اتقى الله وحفظ حدوده وراعى حقوق الله في رخائه فقد تعرف بذلك على الله عز وجل وصار بينه وبين ربه معرفة خاصة فعرفه ربه في الشدة ورعى له تعرفه إليه في الرخاء فنجاه من الشدائد بهذه المعرفة وهذه تسمى معرفة خاصة لا يهبها الله سبحانه وتعالى إلا لمن اتقاه واستحيا منه وعلم أن الله مطلع عليه في جميع أحواله فربى نفسه على خشيته فالحق سبحانه وتعالى يقول ولقد خلقنا للإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد يعني أن الله سبحانه وتعالى يعلم حتى ما توسوس به نفس الإنسان بل هو أقرب إليه من حبل الوريد بل قال سبحانه وتعالى في صورة أخرى هو أعلم بكم إذا انشأكم من الأرض وإذا انتموا أجنة في بطون أمهاتكم وبالجملة فإن من عامل الله بالتقوى والطاعة في حال رخائه عامله الله باللطف والإعانة في حال شدته وقد خرج الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صره أن يستجيب الله له عند الشدائد فليكثر الدعاء في الرخاء والتاريخ فيه عبر فهذا النبي الله يونس عليه السلام يسقط في لجج البحر فيبتلعه الحوت فهو في ظلمة جوف الحوت وظلمة الليل وظلمة البحر الظلمات ثلاث لا أحد يعلم مكانه ولا أحد يسمع نداءه ولكن سمعه سبحانه وتعالى من لا يخفى عليه أي كلام وعلم بمكانه من لا يغيب عنه ظرة في السماوات ولا في الأرض فدعا وهو في هذه الحال كما قال سبحانه وتعالى وأخبرنا عنه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فسمعت الملائكة دعاءه فقالت يا رب هذا صوت معروف من بلاد غريبة فقال عز وجل أما تعرفون ذلك قالوا ومن هو قال عبد يونس قالوا عبدك يونس الذي لم يزل يرفع له عمل متقبل ودعوة مستجابة قال نعم قالوا يا رب فلا ترحموا ما كان يصنع في الرخاء فتنجيه من البلاء قال بلاء فأمر الحوت فطرحه سبحانه ربي نعم أخواتي فجيء بالجواب الإلهي له فلولا أنه كان من المسبحين للبس في بطنه إلى يوم يبعثون بل قال سبحانه وتعالى ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين قال الحصن البصري رحمه الله ما كان ليونس صلاة في بطن الحوت ولكنه قدم عملا صالحا في حال الرخاء فذكره الله سبحانه وتعالى في حال البلاء وإن العمل الصالح ليرفع صاحبه ويقف بجانبه حتى إذا عطر وجده متكأ يتكئ عليه فرحون كان طاغيا ناسيا لذكر الله سبحانه وتعالى فلما أدركه الغرق قال آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل فقال الله سبحانه وتعالى جواب سريع ردا على كفره في حالة الرخاء آلانا وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين يا سبحان الله لقد سمعت الملائكة الصوت المكروبين ولكن فرق عظيم يونس صوت معروف ودعوة مستجابة وآخر نعم لوم عند الكرب والهم فكان من المضحضين لا يزال لطف الله سبحانه وتعالى وصنعه بأوليائه يتوالى عليهم في حال الشدائد والقرب فيفرج قربهم وينفس شدائدهم حيث كان لهم مع الله معامل في الرخاء فهذا نبي الله أيوب كان كثير المال من سائر صنوفه عبيد مواشي أراضي وكان له أولاد قصر وأهل فسلب ذلك كله وابتلي في جسده بأنواع البلاء وطال مرضه فقالت له زوجه يا أيوب لو لا دعوت ربك لفرج عنك فقال قد عشت سبعون سنة معافة في الرخاء فلا أدعوه استحياء منه قبل أن يمر به مثلها في البلاء إلى أن سمع ما سمع ما سمع كما ذكر في القرآن العظيم فنادى ربه سبحانه وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فجاء الجواب فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا رحمة من عندنا وذكرها سبحانك يا ربي سبحانك يا ربي سبحانك يا ربي وهكذا نبي الله زكرياء وهلما جرى فالقرآن والحمد لله يكثر من ذكر مثل هذه القصص عن أنبيائه سبحانه وتعالى الذين تعرفوا عليه في الرخاء فعرفهم في الشدة سبحانه ربي نعم فلما طعف الأحزاب بالمدينة كذلك وهم عشرة آلاف والمسلمون ثلاث آلاف وكانت شدة فرجت عن قوم عرفوا ربهم في الرخاء فأرسل الله سبحانه وتعالى عز وجل الريح فاقتلعت خيامهم وكفأت قدورهم وإذا بالجيش يرتحل بغير نزال ولا قتال فكل إنسان حتما يسير نحو الشدائد وخير ما نلقى به هذه الشدائد معرفة الله في الرخاء فالصحة رخاء وربما قد تعقبها آه شدة وهي المرض والشباب رخاء وحتما سيعقبه الهرم والشيخوخة وهو شدة والمال رخاء وقد يعقبه العوز وهو شدة والأمن رخاء وقد يعقبه الخوف وهو شدة والفراغ رخاء وحتما سيعقبه شدة الشغل وقد تخطئنا كثير من الشدائد وقد لا نفتقر وقد لا نمرد ولكن لن تخطئنا الشدة التي لا أشد منها وهي الموت هل هناك أعظم شدة منها؟ الحياة والعمر رخاء والموت شدة يقول ابن رجب الحنبل رحمه الله وأعظم الشدائد الموت وما بعده أشد منه إن لم يكن مصير العبد إلى الخير فالواجب على المسلم الاستعداد للموت وما بعده في حال رخائه في حال صحته بماذا؟ بالتقوى والأعمال الصالحة قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وانتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون فإذا أنزل الموت بالمؤمن المستعد له أحسن الظن بربه وجاءته البشرى من الله سبحانه وتعالى فأحب لقاء الله وأحب الله لقاءه وعكس ذلك حال من غفل عن موت وغفل عن ذكر ربه وغفل عن طاعته فإنه ينادي ويقول يا حسرة على ما فردت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين فتعالين كذلك أخواتي ننظر حال بعض الذين استعدوا للشدة في حال رخائهم فقد قال أحد الصالحين عند موته كيف لا أرجو ربي وقد صمت له ثمانين رمضان وقال أحدهم لابنه عندما تحصر على موته أترى الله يضيع أباك يا ولدي وقد ختم القرآن أكثر من سبعين سنة نعم هكذا كان حالهم فنستعد للقاء الله سبحانه وتعالى ونستعد للشدد لكيف ما كان نوعها فقد قال صلى الله عليه وسلم اغتنم خمسا قبل خمس وذكرنا منها الصحة والفراغ نعم والحياة والشباب فلنغتنم هذه الفرص ونغتنم هذه الخمس وغيرها لنفوز عند الخمس الآسية والله سبحانه وتعالى يرسل لعباده الكثير من الإنذارات ليعلمه بقرب أجله نعم هكذا حال العبد دائما يخشى الله سبحانه وتعالى في كل موقف وفي كل وقت وكل حين يستعد للقاء ربه سبحانه وتعالى يستعد للحياة الأخروية يستعد للحياة الباقية يستعد ليرضي مولاه سبحانه وتعالى وينادى عليه يوم القيامة من الذين لا خوف عليهم ولهم يحزنون اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين اللهم لا تجعلنا في غفلة ولا تأخذنا على حين غرى اللهم يا ربي اجعلنا من الذين يذكرونك آناء الليل وأطرف النهار يخشونك حق الخشية ويعبدونك حق العبادة وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين